السلام عليكم. صباح الفل عاملين ايه معاكم اخيكم احمد كمال. ده فيديو سوق الكلاب الالكتروني. الفيديو ده هيعجب كل الناس ان شاء الله. في البداية لازم هنصلي عن نبي ولي على عبداللسلاته والسلام. لازم لما نذكر النبي حضرتك تصلي عن نبي لان البخيل بس هو اللي لما يسمع سيرة النبي مش بيصلي عليك. عليها عبداللسلاته والسلام. يلا بينا نخش السوق الالكتروني اللي هيعجب الناس كلها. يلا بينا. في البداية بقى هنخش على قص جيرماني. المتاية الاول. الونات حضرة. فيها كسحة وفيها ديل وفيها شعراية. فيها مستوى كويس. لكن ودنها واقع. وده اللي مزعلها. يعني ده اللي قتلها. ودنها. انما هي عمر صغير عشر شهور مفوتة حيضة ودخلة على التانية خلال ايام عليها زولال دلوقتي. فانا شايف الموضوع ملمس على فرصة سيكة يعني. بص هو قال لي يعني قيم انت السعر. دي قدية تقييم كسعر كسعر. النوتي مش هتفرق معاك حيط التلويدان قوي. لان انت هتخدها تفرقها مش هتخدها تماشى بيها. فاحنا هنقول على دي تلاتة ونص. تلاتة ونص عشان فيها شغل. عشان الكلبه فيها شغل وفيها دهر. فيها ديل. يعني ديل هو مش فايدة على الارض. فاحنا هنقول تلاتة ونص كمان قبل التفاوض يعني مش. مش تلاتة ونص وفلس طوب على كده. ده تقييم الشخص. لو هو رضب التقييم ده دي ماشي. لو هو شايف ان انا كلامي غلط وان حاجته تستهل اكتر من كده. برضو دي ده 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 رأيي يحترم. وبرضو شوف الدنيا هيقول لك السعر ايه? بس هو غلي قيم السعر. بص بقى. مع ذكر. لا يقل في المستوى عن النتاية بفارق الوضن طبعا. تمام? تاج فيه حماز كويس. فيه شعرية حلوة. معاس حلو. طيب. عنده سنة ونص متجوز قبل كده وشغلش راسه. هو على العلم ما كان رجل الطايت ده كفر الشير. بص انا شايف ان الكلب جاي من ورا. اه مثلا ايه? ام ستريت على ذكر يعني على ذكر بشغل او العكس. ليه بقول كده? ليه بقول كده? لان الظهر مش جاي كيرف مش جاي منقلة. الظهر جاي ميل. فالظهر الميل اللي احنا شايفينه دلوقتي ده. انا مش بعيد فيه. الظهر الميل ده جميل. وبالعكس الكلب اللي فيه ميل. بيبقى مفضل عن الكلب اللي فيه كسحة في حتة الصحة بتاعته. الكلب اللي بكسحة. احنا كمصريين مش بنعرف نراعي الكلب ده لان هو على فكرة الكسحة دي عيب خلقي اصلا. اصلا هي عيب خلقي. بس احنا عارف انت زي ايه? دفناه العالم بقى كله اجمع ان دي حاجة حلوة. زي بالزبط كده زمان الناس اللي هما كانوا بيعملوا فرق في سنانهم كده. يقولك دي من علامات الجمال. مسلا. اللي هو ايه ممكن اه حاجة تبقى فيه فرق في السنين اللي قدام السنتين اللي قدام. يبقى فيه فرق كبير. بس ده يقولك ده دي علامة من علامات الجمال. ده كبشر. تعال بقى نطبق النفس المنطق تفكيري على الكائن اللي احنا بنحبه ده اللي هو يدعى الكلاب. هتلاقي برضو ان هو شايف ان الكيرف الميل ده ده مظهر من مظهر الجمالي الكلبي. طيب تعال بقى نتكلم في ده. ليه انا بقولك ده ممكن شولاين على وورك لاين. فالشولاين على وورك لاين يدي الكلب بميل بس حجمه قطخم من الكلب الشولاين. لان الطبيعي بتعرف الكلاب الشولاين بتبقى الستاندرد بتاعها مقاسها الكنز. تمام? فالناس اللي ما بتحبش الشولاين او بتحب الورك لاين ده بالنسبة لهم هيبقى كويس. لانه بين البنين نديك ميل الشكل اللي فيه ميل بتاع الشولاين وفي نفس الوقت ديل الشولاين ماسك الشولاين شعراية الشولاين بس قوة عظم الورك لاين. بالاضافة اللي شرسته فده هيبقى كويسة. مش بحفز الناس انها تنتج حاجة ميكسة بريد شولاين على وورك لاين. لكن انا بقولك ان ده هيبقى كويس معاك في الانتاج. لو ديته انتاج شولاين. هو بقلي كده كده لو اللي حياخدت جوز هعمل معاه واجب. لما داخد الدكر ده مع النتاج دي هيامله معاك شولا هده. تعال نخش على بعض. لهوات الدخامة. الدكر اللي احنا شايفينه دلوقتي ده. اللي هو حجمه طبعا كلب ماشاء الله حجم اللهم صلي على النبي. اللهم بارك يعني صاحبه. حجم بستاير بخشانة بجمجمة بعض. كله ياخد عليه عشرة من عشرة. بلون برضو جميل. هنجب تلك الانسة الست شهور. سن مساخة النتاج دي دلوقتي عندها ست شهور. وبيتكلم فيها باربع تلاف جيني. هو يعني بداية الكلام معاه في السعر بتاعها اربع تلاف جيني. كلمة برضو مش مش وحشة. الام اللي انت شايفها اللي هي الوراها دي. يعني هي لسه عيلة ست شهور. لسه ما اخدتش شكلها. هو بتكلم في اربع تلاف جيني لسبب. بص جارو الجريد دان الالة الاخر. انا بقى لخص معاك. جارو الجريد دان الالة بالف ونص. وممكن لو انت شاطر تجيبه بالف. بس جارو الجريد دان الالة بالف ونص. جارو الجريد دان المحترم المحترم الباب بتاعه اتنين ونص تلاتة. الجامد قوي اربعة. بس انت هنا شفت اهالي. الام كنبلة والاب بتلات اربع عشر قنابل. فاربعة تلاف عشان بس الناس ممكن تستكتر الساعة. الكلب النتادي حلو. حلو. روح بص على الاهالي بالتاني. وروح اكشف عند دكتور. يعني برضو امن نفسك. ومعدية سن خطر. وست شهور اكله وشربه وتطعيم وا 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 وا. فهي ملخصة عليك حاجات ياما. اقول لك على حاجة حلوة. تلات شهور وتحيد. في حين انت لو كنت جيبها خمسة واربعين يوم لسه بقى ربنا معك. تلات شهور وتحيد اول حيلة. طبعا هتفوتها. فتفوت لها النتادي ديفة وتلاقى حتين وتفرج عليها. وربنا يا بارك لصاحب نصر. ده دفتر التطعمات بتاع حاجة كده يعني ليها طبع خاص. بص الكلب ده. الكلب ده جمجمة حلوة. جمجمة حلوة. مرسومة رسمة. عايز اقول لك مرسومة رسمة مرعبة. يعني الكلب ده وهو قاعد كده ثابت. ما بيعملش حاجة ما بيهوهوش. تبص عليه مبعد انت تخاف. حتى لو الكلب ده لعبه هادي. فالكلب ده هيبها قوي. ما شاء الله عليه. مكان القليوبية قال لي قول انت الساعة. انا هقول الفين جيني فيه كلام. او الف وتمنمائة جيني وفيه كلام. بس الكلب ده ما يتفوتش. الكلب ده حلو. ولو الكلب ده فيه شراسة. او ملمس على شراسة وحلوة البيتبول انت ممكن تشكله. يعني بيقبل. بيقبل لانه كلب تحسه اللي هو ايه. على قد ما هيحبك على قد ما هيديك. وبعدين كلب مزاجي شوية. حتة الشراسة البيتبول مزاجي شوية. ممكن مرة هينزل تلاقيه بيدرب نار. وممكن مرة في حصة شراسة تلاقيه قاعد طيب هادئ جدا مش عايز يعمل اي حاجة. عشان ما تقولش عليك تعال خش على بعده. عشان نكمل بقية الحاجات اللي هتعجب. حاجة كده برضو من المستويات الكويسة. برغم ان صاحبه مش قادر يصوره بالشكل اللي يليء بالكلب. لكن الكلب رسم نفسه. رغم رضائة الزوايا اللي متاخد بها السور. كلب سابت نفسه برضو. بيتكلم فيه في تلات تلاف ونص. وعنده سنة واربع شهور في شراسة بني ادمين. مكانه العجم البتاشي اسكندرية. فاللي عايزه انا شايف ان الكلب ده كويس. بس روح بص عليه. خد حد بي ربي رط او بيفهم في الرط. ياريت يكون بيفهم في الرط مش بيربي رطه بس. تمام? فيروح يبص. يتفرج معك. لو تمام نفذ. الكلب كويس. ولو صحته كويسة وفعلا شارس بني ادمين كويس. توكل على الله فيه ده تلاتة ونص ده هيبقى فرصة. الكلب ده بقى من الكلاب اللي عايز اقول لصاحبه والنبي ما تبيعه. بجد. كلب. آآ مقفول. بماريالة سودة عايز اقول لك فخامة الفخامة. واجهة فخامة. شعراية حلو. حجم حلو. رخصة الفين اتنين وعشرين والكلب لسه عنده تمن شهور يعني ده زغلول. لسه عجينة. لسه هتعمله زي ما انت عايزه. ومتربي مع اطفال الكلاب اللي بتبقى متربيه مع اطفال للعلم. بيبقى فيها شارسة كويسة. وفي نفس الوقت برغم ان يبقى شارس تخاف منه. بس بيبقى مع الاطفال لذيذ جدا. لان الاطفال بيجننوا الكلاب. تمام? آآ الكلب زي ما انت شايف ده ده بالنسبة للجيرمن. الجيرمن لما يتربيه مع اطفال بيبقى بيقول كويس بيحرص كويس وبيخاف عليهم وكل حاجة وبيبقى كويس مع الاطفال بس. اي حد غريب بيديهم بالانياب على وشوه. بص. الكلب جميل. ورسمة جسمه حلوة. وديله حلو. وشعرته حلوة. فانا مش عارف هو بيبيعه ليه. يعني الكلب ده عايز اقولك انا فاضلت اركز في الصور خايف لتكون ماريالا السودا دي السابغة. بس افضل اركز لأ ده هو الكلب كده. عايز اقولك من التفارات الجميلة لما بتجوز كلب بلاك كوت شرباط لكلب بلاك اندتان او بلاك او رويل بلاك لكلب بلاك اندتان ان هو يطلع لك ماسك اسود بماريالا سودا. يعني مديجي غوامق الغوامق. والغوامق في المناطق اللي انت تحب تشوفها غمعة. فالكلب حلو. والله انا بالنسبة لي كرجل غاوي ده بالنسبة لي كلب تفرق. مش حارف. فهو بيبيعه ليه? مكانه السادات. اه حتة اسمها مدينة السادات. كلبي ده جدعين حرفيا مايتفوتش. وانا يعني بقول لصاحبه بجد لو انت يعني عندك مكان ليه او مش مضطر تبيعه اعاده. كلب ده كويس. كلب ده كويس قوي. وحيجي لك ليه جوازات لوز. والكلب حيرمي حاجات حلوة. برضو الله عمل بظروف الراجل بيبيعه ليه? بس كلب ده كويس يا جماعة. بجد ما تفوتهش لو انت عايزه. البلاك كوت شرباط زات النضارات. عرف انت الكلاب دي في ناس هيما بتدور عليها. بلاك كوت شرباط بنضارات عسلي. انا مش عارف بيبقى الدم بتاع الكلاب دي حامي زيادة ليه? هي عموما الكلب الاسود. والكلب البلاك كوت شرباط في الجيرمن. بيبقى نسبة انه يبقى دمه حامي او قابلية موهبة تقبل الشراسة عنده بتبقى حلوة. انما بنضارات ده عايز اقولك بيبقى حاجة تانية ده سكة الناس القديمة اللي هي فعلا بتدور عليه بالشكل بالاسم بالهيئة دي. فده ده انا عرضه للناس القديمة اللي بتدور على الحاجة دي لان هما ربوها. والشكل ده الى حد ما انقرت شوية. الى حد ما ما انقرتش قوي يعني بس ابتدى يقل. لاننا دلوقتي كلنا متجهين نحو الشولاين والضهر والعرائب واطول دين في العالم والكلام ده كل. تمام? هو بيتكلم في تلات تلاف جنيه. الكلب عنده تمن شهور برضو. اه شرس وبيحرص مكانه مكانه الشرقية من يالامح. وبيقول ان هو في الحقيقة احسن من الصور. واكيد ده يعني اكيد اكيد هو في الحقيقة فعلا هيبقى احسن من الصور. فالا بيدور على الهيئة دي والكلب ده. لان الكلب ده في ناس بيدور عليه بالاسم. فانا جبته لك وهو متاح. شوف اللي انت عايزه عندك الرقم. زغلول 11 شهر. حاجة حلوة. حاجة بجد حلوة. وسعر لا يصدق. بجد لا يصدق الفين جنيه بس. بس سعر نائي. الكلب ده انا مش هسمح ان هو يباع بقال من الفين جنيه. بجد. كلب جميل جدا. رويا البلاك. مكان وشبين الاناطر الاليوبية. عند الناس المحترمة يعني. الشبين الاناطر الاليوبية دي. اي حد من هناك تعرف ان شخص محترم. من غير وانت مغمض عينك. ما شاء الله بجد. تعملته معين من الناس دي. محترمين. هما تحسن البلد دي. سموها البلد المؤدبين. بجد. اه فالكلب بلفين جنيه. تحفة. والكلب فيش راسة حلوة. يعني هو كان بقعتلي فيديو بس الاسف انا ما قدرتش هحمله وانا با ما عرفتش حمله يعني او سقطه. لكن هو هيبع اكيد لما تجي تتواصل معايا هيبعث لك الفيديو ده. كلب حلو. كلب حلو. وانا برشحه جدا. وبرضو روح تكشف عند الدكتور. فحص مبدئي. تشوف الدنيا فيها ايه? بس الكلب ده يستهل اكتر من كده. وكلب ده لقطة اوي اوي اوي. الكلب ده من كف الشير. كلب جريفون بكر. ام بيمشي جنبك ما بيروحش بعيد عنك بيسمعك كلام. لو طلبت منه حاجة بيعملها. قعد خليك هنا بترميك كلها تقول له هات هيجيبها. اه هو مسافر صحبه? والكلب ده انا شايفه جميل. يعني الكلب امو. والشكل اللي بيبيعه هو فعلا بيبيعه عشان مضطر لان هو بيقولنا انا بسافر فلازم الكلب يمشي يعني. اه الكلب كويس. فربانا يبارك لصحة نصيبه اطفالي اعزائي. فلازات اجبادي اللي على طول بيكتبلوش الكومنتات عم احمد وانا بيعزين جهات جريفون اهو. نبتلكوا واحد تبيعه. وفيه لسه كمان جراوي هجيبها لكم في الفيديو الجراوي جريفون باسعار برضو حيوة. كمام الكلب ده هو يسويه في وجهة نظري. اه خمسمية جيني. هيبقى كويس عليك. لان هو رجله طويلة شوية. بس الكلب كمستوى شعراية والوان ممتاز. خمسمية جيني ده العدل بتاعه زي ما بيقوله عدل خمسمية جيني. علشان حضرتك كملت معي الفيديو لحد لحد المنطقة. فاليك بعض المفاجآت والحلويات. يلا. ده كاري شيرمان شو لقد. حاج ده بدوه شعراية ماسك مستوى. وده نحداشر. الوانات مظبوطة. مش مش الغم اه مش اغمق حاجة. بس مظبوطة. عنده تلاتاشر شهر. لسه برضو بنتكلم في الحتة ان هو كويس فيها. يعني الكلب لسه يعني بيقول يا مساهل على الفرق. عرقيه بحلوة. ده الكويس. حرفين ده بدوب يعني مش ده بدوب لقب لا ده ده بدوب صفا. فاهمني? فالكلب كويس جدا ما كانوا حدايا القبة بيتكلم في عشر تلاف جدي. والله مفلوس. على ده اقول لك على حاجة والله انا رحت مزارع في الكاهرة. الجار وهيطلع اخو ده او اقل منه والله بخمساشر قلب. عشان سوري يعني شوية ورق. ورق ناسه في بوقت يعني. برضو انا مش بقلل من الكلام ده من الورق ولا من الانساب ولا من الكلام ده بس. ده كويس. ده يتدفع فيه العشرة وانت مغمض لو هو بيفرخ الكلب ده اخد. نخش بقى على الحتة الشارسة دي بقى. دوبارمان. دوبارمان ده هو كلب العصابات في امريكا. المفضل. الدوبارمان. ومطلوب فيه ستة تلاف ونص. نفس المالك برضو مكانه حدايا القبة. النتيجة الامر. اللي احنا شايفينها دلوقتي. حدايا القبة برضو نفس المالك بيتكلم فيها ما قليش سعرها تصدق? هي اسمها مونيكا وعمرها سنتين ونص منتجة من الدرجة الاولى وبتجيب تحف. السعر مفاجئة بالنسبة للتقليد. كلبة بنت اهالي ابطال متاح التوصيل لاي مكان برا مصر او هو مصر. التلت كلاب يا جبعة متاح توصيلهم لاي مكان. الاتنين الجيرمن والدوبارمان. بس النتيجة برضو اي نتيجة وانت بتشتريها ما فيش حاجة لو رحت لازم تحللها. لازم تروح تحلل ولازم تروح تكشفها عند الدكتور لان انت مش واخدها لسواد عيونها اكيد حضرتك واخدها عشان تفرخ منها. فانت لازم تتأكد ان الفلوس انت هتروح تدفعها دي هتدفعها في حاجة فعلا على الاقل فيها امل انها هتعمل اللي انت بترجو ان هو يحصل. فده الدكتور عشان تشتريت مالك. اخونا ابراهيم من البحيرة بعت لنا الكلب اللي احنا شايفينه دلوقتي ده وعرضه للبيع. عنده سنة. فيه اوامر وفيه شراسة. يعني الكلب ده عمل مشاكل لانه هو معور اربعة. فهو بيبيعشان كده. يقول لي اعمل لي مشاكل الدنيا والاخرة وانا لازم اطلعها. فالكلب شارس زيادة. برضو انت اللي بتربي يعني انت اللي بتربي فيه حتة الشراسة. وفيه ساعت بتبقى موهبة. الموضوع بالفترة. الكلب كما يجب ان يكون. انا شايفه دقاطة قيمة ياخد الف وطنونية قابل للتفاوض. وكلب كويس. وفيه مأس حل وفيه دل كويس. هيصلح معك للفرخ. هيصلح معك للحراسة. هيبة والوان وشكل برضو ممتازين جدا. ومكانه البحيرة. بص انا بشوف ناس بتاخد الكلاب دي. يعني الكلب زي ده كده عامل مشاكل وعمل قلق وعمل بتاع يغضر. يعمل له كان فيديو شراسة جمدين. يعمل له اه يعني شو. جمد قوي. ويحطوا عليك ربات الفيسبوك ويعرضوا بسبعة وبتمانة. ده ده اللي بيحصل والله يعني مش كلام. بس انا بقول السعر ده. علشان فيه ناس طلبت كلاب شرسة. فيه ناس ياما طلبت كلاب شرسة. بسعر كويس. يعني بسعر ايه? المزبوط. علشان هم عايزين كلاب شرسة. مش عشان يأزوا بها حد. لا ده عشان يحرصوا بها. فانا عشان كده قلت. اه سعره كده لحبيبنا. وكده كده الراجل عايز يزقه. تمام? فالسعر هو ممكن يكون اقل من الكلب يستحقه بس عشان يمشي الدنيا. والناس اليومين واقعين مع همش يعني اللي يكفي قوي يعني. فاحنا بنزقه مع الناس. اه الاسود الملكي اللي احنا شايفينه ده من الكاني كورسو. اه مدكر ما شاء الله الله هو اكبر لتجاوز فقط. اللهم اصلى على النبي حاجة محتربة. وحاجة اللي انت لما تيجي تاخد الصور دي وانت بتبيع جروي تفتخر بيه يعني. تقول ده القب. فانت بمجرد بس ما توري الصور ان ده القب. خلصة لبيعك. فمشاء الله اكبر اللي عايز يجاوز من الدكر ده الرقم صاحبه متاح. اه عندك اهو. ما عارفش مكانه فين ما قاليش. بس اللي عايز يتواصل على الرقم اللي ظهر عندك. في نهاية الفيديو. هنصال اعلام للمرة التانية وله عبدال الصلاة والسلام ودي اهم من اي حاجة. اهم من اللايك واهم من الشير واهم من اشتراك. والحاجات دي كلها مش مهمة. المهم فعلا ان انت لما تسمع سيرة النبي. العبدالله بيقولها. هستغزم حضرتك ان ان انت هتقول عليه افضل الصلاة والسلام. اه اللي عايز اي حاجة طبعا على دماغي من فوق من خلال رقم الواتساب اللي هو زي روح داشرة واحد خمسة سبعة تسعة تسعة تلاتة تلاتة. انا قلته ظهر في المربع ده ومكتوب في تحت. برجاء. وحرارك بتشتري اي حاجة. لو انت شاريه للشراصة اختبر الشراسة كويس. لو انت شاريه الانتاج اختبر الانتاج الروح وديه عند الدكتور وكشيف عليه. سواء دكرة او انت رش يطلع من الفيديو ده انا ما تشتري حاجة ها. يعني لو انت عايز كالبي كبير بعد ازنك. انا هجيب لك حاجات وتعبان ومجهود وعمل لك حصير لك افضل اكتر افضل حاجات بافضل اسعار في الفيديو ده. فاللي عايز حاجة يكلم صاحبها واللي عايز يعرض حاجة من فضلك معلش ابعتلي التفاصيل ابعتلي السعر ابعتلي مكانك فين لو جراوي يا ريت ابعتلي فيديو الجوازة وفيديو تحدين الام للجراوي اللي انت ابعتلي. وصور بقى واضحة للاهالي من غير يعني واقفين عادي صور واضحة ليه او فيديوهات واضحة ليه. والحاجة تكون متصورة في الشمس بعد ازنك عشان بس الحاجة تبقى باين يعني. تمام? اا مش عايز طول عليك. اتمنى يكون يعني السوق الالكتروني المرادي كان عم حسن نظر لسعاتك صباحك فول وسلام عليك. ترجمة نانسي قنقر